نقلنا لكم مشاهدين الكرام وقاء المؤتمر الصحفي بين الرئيس عبدالفتح السيسي وبين السيد فيكتور أربان رئيس وزراء المجر الذي يزور مصر حاليا تتميز بالطبع العلاقات السنائية بين مصر والمجر بالتعاون الوثيق الذي يعود إلى سنوات عديدة وتعكس العلاقات بين البلدين دينا حرص مصر على تعميق وتوسيع نطاق التعاون مع جميع الدول على مدار السنوات الماضية شهدت العلاقات المصرية المجرية تطورا كبيرا في ظل التقارب بين القادة والزيارات المتبادلة التي عكست قوة ومتانة العلاقات بين البلدين مصر والمجر ترتبطان بعلاقات تعاون متميزة على مختلف المستويات حيث تعد المجر من أوائل الدول التي أيدت ثورة الثلاثين من يونيو وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء المجرية فيكتور أربان خلال تهنئته للرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وتعتبر بودابست مصر شريكا استراتيجيا في إطار سياسة المجر الخاصة بالانفتاح نحو الشرق المواقف المجرية في المحافل الإقليمية والدولية تعكس تفهما كبيرا لتطورات الأوضاع في مصر والتحديات التي تواجهها وقد شهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك في ضوء الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات منها زيارات الرئيس السيسي للمجر وآخرها في أكتوبر من عام 2021 للمشاركة للمرة الثانية في قمة تأفيش جراد وزيارة رئيس المجر يانوش أدير لمصر في نوفمبر من عام 2019 وعلى المستوى السياسي تحرص المجر على اتخاذ مواقف متوازنة وتأييد رؤية مصر إزاء قضايا السلام في الشرق الأوسط وتعكس تصريحات كبار القادة والمسؤولين في المجر تقديرهم البالغ لدور مصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة فضلا عن دورها على الساحة الدولية اهتمام كبير توليه مصر نحو العلاقات الثنائية مع المجر على مختلف الأصعضة والاستفادة بما تتمتع به المجر من إمكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية ملموسة فضلا عن أن تعزيز العلاقات بين البلدين يسهم بدوره في تعزيز مجمل علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي ككل